احنا في الواقع قطرات هذه القطرات لا يمكن ان تعمل شيئا يعني الشيء يقال له شيء حتى من الناحية الفقهية في كتب الفقه القطر تنفع والكر لا ينفع ما الفرق بين هذه القطر وتلك القطر هذه القطر غير مسنودة وتلك القطر مسنودة احنا اذا نبقى في هذه الحالة في حالة القطرات في حالة الذرات في حالة كل في فلاك في حالة ان كل واحد منطقه الواقعي ان يقول ما اظهره فرعون فرعون كان يظهر وكان يقول انا ربكم الاعلى احنا كل واحد مننا يفكر انا الاعلى والافضل والافهم والاعلى والاخرون لا يفهمون ولا يعلمون هذا المنطق بالنتيجة يجرنا الى ان امثال الحجاج يتسلطون على بلادنا وعندما يتسلطون على بلادنا يهدمون الديننا ودنيانا واحد لا يفكر انه الدين فقط في خطار الدنيا ايضا في خطار في حديث شريف على ما حتى يقوم الباكيان باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا سابقا لعله قلنا الفشل كما يقوله بعض العلماء يعني الوهن الباطني احنا عدنا قوة باطنية بالخلافة والنزاع في داخل الدائرة الايمانية المعنويات تهبط بعد واحد ما عنده روح العمل والاقدام ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اشتركوا في القناة